اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدي ومتابعي ببنامج خطوة مع مديان النهاردة زي ما وعدنا دايما حضراتكم في حلقات برنامج خطوة ان خطوة هيكون معاكم دايما خطوة بخطوة خطوة دايما في الاتجاه الصحيح خطوة على الطريق الصحيح النهاردة معانا نمازج مشرفة من الشباب الفترة اللي فاتت كانت كتير بيطالب بتمكين الشباب واني لازم يكون ليهم دور فعال في المجتمع ولازم ان يغضوا حقهم كامل فحلقتنا النهاردة معانا فعلا نمازج مشرفة ضيفي وضيوف حضراتكم الاستاذ محمد ابو رواش اهلا وسهلا اه شرفتوني ونورتوني اه شباب من خيرة الشباب نمازج مشرفة اصحاب حملة اسمها شباب الخير اه كل هدفهم مصلحة بلدهم دايما مش بيجروا ورا مصلحة مش بيجروا ورا هدف لكن كل هدفهم وشغلهم مش شاغل ان هم يشوفوا بلدهم في احسن حال ويشوفوا ناسهم عايشين مبسوطين وحنين الشباب اللي معانا النهاردة نموذج له مننا كل تقدير واحترام وايضا لكل شاب يسعى على نهجهم ويسير على طريقهم له كل تقدير واحترام مننا ويجب له ان ننحني ويجب علينا ان ننحني له تقديرا واحتراما ونرفع له القبعة فشبابنا النهاردة في فترة الكورونا كل الناس كانت خايفة على اهلها وكل الناس كانت خايفة على نفسها ولكن شبابنا من بعض اعمالهم برضو ان هم بهم في الفترة دي انا واحد من الناس كنت بخاف اخرج من البيت ولكن هم شالوا روحهم على اديهم وكانوا بيعقموا البيوت والمساجد وبيعقموا بلدهم بل واستمر العطاء بتاعهم بان هم دايما كانوا بيوفروا لكل لكل مصاب بالكورونا ما يلزمه من طعام وانابيب غاز واجهزة تنفس وقياس ضغط وسكر فهذا من واجبي ان اقدمهم نموذجا مشرفا وانحني لهم تقديرا واحتراما واضعهم الان وانا فخور بانهم ضيوفي يشعر الجميع بان كل ما تفعله من خير له شكر وله تقدير فلا تترك دائما عمل الخير واجعل دايما مصلحتك بعدين فاجعل شغلك الشاغل هو طاعة ربنا تاني حاجة هي خدمة بلدك تعالوا احبائي الكرام ننهل او نتناقش مع شبابنا لنعرف بعض ادوارهم في احيائهم ورؤيتهم للحالة فربما يستفيد منا الكسير احب ابدأ معاك استاذ متحة شعراوي شرفتنا شرفتنا اولا عرفنا بنفسك انا متحة عبدالله شعراوي احب اذكر قريتي اللي انا فخور ان انا منها قرية تنوش حفظة الجيزة سنة 28 سنة هو فخور ان انا فرد او عدو من اعضاء حملة شباب الخير فخور كل الفخر ان انا شاب منهم شباب محترم بيخدم اهل البلد والوجه الله مش محتاج عجلة من حد الحمد لله يعني ايه الدافع استاذ محمد وراء تكوين حملة شباب الخير والله بس في المقدمة احب اشكر حددك على المقدمة اللي حددك داتنا احنا اولا احنا فردي من دمن مجموعة احنا اعتبر اقل ناس في المجموعة اللي موجودة احنا معانا ورونة جيش ورونة جيش مش هو الله عليه كلهم في ظهرنا واخوتنا وكانوا من اوائل الناس قدامنا وهم اللي كانوا معانا وساعدونا في كل حاجة يعني احنا كل الكلام اللي حددك قلته علينا ده ده واحد في المية باللنازل تستحق للجميع انا بتكلم بخصوص كل شاب بتكلم بخصوص كل شاب بيسعى دايما للخير وعايز دايما يعمل مصلحة بلده وهي في الاول فبقول له اتطمن ان مغودك مش هيروح هباء حتى لو ما فيش حد شكرك فربنا طبعا عنده الجزاء الاحسن وهيعوضك خير فانا سبب وجودكم هنا ان انا حبيت اجيبكم كنموذج مشرف لكل الناس اللي بتتكلم وبتقول لا الشباب ملوش دور فعال الشباب لازم يتمكن فعايز اوصل لان معظم الناس ان بعض الشباب هو اللي بيقود نفسه الى طريق الفشل الحمد لله على كل عام وفي شاب فعلا بيبني نفسه صح فحلقتنا هتبقى النهاردة عن طبعا دوركم في مجتمعكم كشباب للخير وتصوركم ازاي الشاب يكون فعال وازاي يمكن نفسه في الاوضاع السياسية والحالة السياسية والفترة اللي جاي هو لازم يكون الشاب يعني عنده رؤية ان يكون هو قادر على ان هو يعمل عمل خير ويبتدي ان هو يشتغل على نفسه في حياته لازم يكون هو أسان عنده يعني قدرته ان هو يبتدي ان هو يشوف الخير اولا ان هو مش ان هو بي ان هو بيستنيه ده ده حاجة بتاعت ربنا ومفروض ان هو بيعملها قدام ربنا وبتسئل عنا يوم الايامة يعني انت قدامك ناس لازم ان انت في استطاعة منك ان انت تقدر تخدم الناس وتخدم اهلك ليه ما تكونش انت سبب يعني ربنا جاعلك سبب ليه ما تعملش الواجب اللي عليك فاحنا كنا دي اقل حاجة احنا كنا بنعملها قدام قريتنا وقدام اهلنا وقدام ناسنا لان احنا الناس دي مسؤولة مننا واحنا كنا نتمنى ان يكون معنا اعداد اكبر وناس اكتر ومشاء الله يعني فيه ناس برضو ابتدت تشتغل معنا فيه مجموعة تانية اسمها احباب الخير ابتدوا ان هم يشتغلوا معنا وبقت فيه مساعدة منهم ومساعدة مننا والحمد لله رب العالمين يدرنا في فترة فترة الكورونا ان احنا نكون اقل لقرية عند ده اعداد الكورونا والحمد لله فضل ربنا طبعا قبل اي حاجة وقدرنا برضو نوفر العلاج وقدرنا نوفر استوانات الاكسجين والحمد لله رب العالمين منين جتلكم الفكرة الفكرة جتلنا لما لقينا كورونا ديا بتزيد احنا قلنا مش هنستنى اشتغلنا في بلدنا بخاخة صغيرة جدا بداية التكوين كتأمت يعني بداية قيام شباب الخير او دورهم الفعال فعلا على ارض الواقع كتأمت كتاريخ مش بتذكره بالضبط سواء كان في شهر شهر ثلاثة شهر ثلاثة كان اول عمل ايه ابتدنا بالمساجد كان المساجد في الفترة دي ان مفتوحة والناس بتصلي جوة المساجد كنا قبل الصالة كل واحد بياخد مسجدين قبل الصالة بنص ساعة كما هيعقم الحمامات والمكان اللي بتوضي فيه والسجاد كل مكان ملموس بالايد الببان الشبابيك التكييفات كل مكان في المساجد كنا بنعقمه كنا بسم الله ما شاء الله الشباب كلها هنتوزع المساجد بتاع البلد كلها تخلصها قبل الصالة كل قبل الصالة بنص ساعة نازم نعقم المساجد بعد كده ابتدينا بالشوارع كنا شغالين بخاخة صغيرة باللف قريتنا دي ان نشتغل من الساعة اثنين الدهر الحاد ممكن الساعة اثنين تلاتة بالليه بعد كده اتطورنا وجبنا جهاز بتشال على الكتف وبتدينا نشتغل به بقى يقلل معنا الوقت شوية بعد ما كنا بنشتغل الساعة اثنين الدهر بقى نشتغل بعد العصر ساعة اربعة خمسة كلام ده كله كان في فترة طبعا كورونا قبل ما اوصلا الكورونا الحمدلله يعني قبل ما تنتشر في مصر تدينا احنا اشتغلنا في كريتنا الشباب الخير كتوىارد Dinner الساد المنيع او الحاجة او كنا تרכدين الموضوع بجد مافيش هزار الموضوع ده مافيش هزار اشتغلنا قبل يعني مايتذكر ان في حالة في مصر الحمدلله اللهم ملك الحمد اشتغلنا في كريتنا الحمدلله اللهم ملك الحمد بفضل ربنا الاول اقل قرية في القرى المجاورة في عدد الحالات الكورونا في حالات الكورونا برضو اللي كانت عندنا تابعناها اخترنا بنفسنا وتابعناها وعلاج محدش ينزل من البيت لو اشتباه بس مش كورونا حكيم بس اشتباه خليك في البيت نفاصل ونرجع لحضراتكم تاني مع ضيوف الكرام ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين مرة تانية وبنجدد الترحيب بديو في الاستاذ متحط شعراوي شرفتنا ونورتنا الاستاذ محمد ابو رواش شرفين استاذ محمد ونرجع ونكمل حديثنا عن الشباب ونوروا في المجتمع وكان معنا استاذ متحط بيتكلم عن شباب الخير وعندورهم في القضاء او محاربة كورونا وهنسأل استاذ محمد هل ايه بعض الاعمال اللي قامت بيها شباب الخير مرة تانية بعض الاعمال اللي قامت بها شباب الخير بفضل الله احنا زي من استاذ متحط قيل ان احنا عقمنا المساجد وعقمنا القرية وكنا بنروح للحالات اللي عندها الكورونا في البيت نعقم منزلها وبعض الاعمال كمان احنا ابتدنا بتطوير شارع المقابر سور المقابر ابتدنا بدهان بطلاء الاوجه وابتدنا ان احنا نكتب عليه ايات كرآنية وجميلنا الشارع ببعض من الزرع والاشجار والكلام ده وابتدنا برضو خدمة بلدنا فيه ما شاء الله كان عندنا طلبة متفوقين في السنواء العامة بفضل الله قدرنا بالمجود الزاتي ان احنا نعمل حفل التكريم لأوائل الطلبة الحفلة دي ما تعملتش من فترة كبيرة جدا في قريتنا فاحنا ابتدنا ان احنا بالتعاون مع مركز شباب طنوش ابتدنا ان احنا عملنا معهم الحفلة وكرمنا الأوائل والحمد لله رب العالمين كان عندنا نسبة تفوق سندي ما شاء الله عليها يعني فوق الممتاز الحمد لله رب العالمين وبنتمنى المزيد في البلد وطبعا بقى حوار الكورونا ده كان استوانات الاكسجين اللي كنا بنوفرها والعلاج والأغذية والحمد لله رب العالمين والعلاجات كل حاجة الحمد لله رب العالمين قدرنا نعملها ما قدرناش نبخل بيها اللي يعني كل حاجة عملناها الحمد لله رب العالمين حبنا خليه استاذ متحمد تقول ايه للناس اللي بتقول الشباب ما نوز دور او بحولوا يهمشوا الشباب لا طبعا الشباب اه هو دور الفعال الشباب علي دور كبير جدا ولازم الشباب يكون عنده هدف يكون عنده هدف يجري وراه عشان يحققه كمان اه دور يعني البلد دلوقتي دورها كله قايم على الشباب طبعا الناس كبير على دماغنا من فوق اللي هم من كل الاحتراف سواء متى من عماد اي امة هو الشباب الشباب طبعا طبعا انت لو عايز تبني امة لازم تهتم بالشباب بتاعك بس احنا دلوقتي بنشوف الشباب مش عارف يعني في رأي حضرتك اختفاء الشباب على الساحة او مش هنقول احنا مش شايفين له دور ملحوظ هنقول بصورة قليلة جدا من السبب في الشباب ولا الخبرات اللي هم من الناس الكبارة بصراحة هكلم بصراحة في الموضوع ده اه الخبرات من الناس الكبارة اني المفروض انا شاب ممكن اكون يعني عايز سن شوية فالمفروض اني اه واجب الراجل الكبير تجاه الشاب اني يوجهه تمام يوجهه ان صحب يشوف ايه الميزة فيه ويخصصه فيها تمام يعني انا مميز في حاجة سيان مثلا في الكورة اوجهه ما بخلش عليه بمعلومة لازم اوجهه تجاه الهدف الصحيح ما سيبوش اللي هو الايام اللي احنا فيها ديان يعني ربنا السرع للشباب و فانا بحمل المسؤولة ديان للناس كبيرا نتوجه الشباب اللي الشباب عايز يتوجه للطريق الصحيح تمام مفروض ان هم يحطوا ديهم في ايد بعض تمام ويبقى كل هدفهم واحد ازاي ابن الشاب تمام استاذ محمد انا كشاب تمام ازاي ان وجد نظرك ابني نفسي وافرض نفسي على الساحة يعني في كثير قوي ما بيعترفش بالشاب او بيهمش دوره بس انا كشاب عايز احط نفسي على الساحة ويبقى ليه ضوره هو حقيق قلت الشباب اعمدة الدولة تمام فانا عشان ان انا اقوّل العامدة لازم اهتم بالاواعد تمام الاساسات اللي لقاء الشباب هو الشاب دلوقتي هو يبقى كل حاجة دلوقتي وفيه جهود من الدولة ان اتجاه الشباب انهم دلوقتي يبقى فيه اعداد القاضة ان انا ممكن كشاب اعمل اعداد قاضة اخد دورات اعداد قاضة انا ابتدى ان انا نمى نفسي بتعليمي ان اه اأسس نفسي اأ أسبني بالاتجاهات التانية الغير الفعالة ابدا افعل منفسي ابدا اشتغل على نفسي شغل كويس جدا نشان ان انا شاب افيد بلدي اولا وفيد نفسي وفيد اهلي وفيد كل حاجة ممكن انا دلوقتي اعني انا كشاب انا تبطى للتعليم كويس بوظيفة كويسة الدنيا كويسة ممكن حاجة كويسة وزي ان ع storybook قل 1 ان الخبرات هو تكلم فيcision خبرات شوية هيا الخبرات دلوقتي هيا المسايطرة احنا لو سيدنا مجال الشباب النور ده وزير الشباب برضو يعتبر سنه سنه برضو صغير الدكتور عاشر في صبح وزير الشباب ودلوقتي بيناموا برضو في الملاكز الشباب على اعداد القوضة واعداد ال مداخلة محمد من الكايرة ونقول السلام عليكم ايه يا فندم ازاي حضرك يا فندم شرفتنا ونورتنا اتفضل ونفضل حضرتك وقت التلفزيون وعلى ما يبدو ان الاتصال اتقطع اصلا ونرجع لحلقتنا تاني استاذ متحت استاذ محمد قال ان عشان الشاب يفرد نفسه على الساحة لازم ان هو يبني نفسه وينمي قدراته تمام هل تصور حضرتك ايه تاني انا رأيه بصراحة من رأيه الاستاذ محمد اتكلم في نقطة انا حابب اتكلم فيها خلال برنامج حضرتك ان هو ناشد وزير الرياضة تمام يعني الشباب الصغير دلوقتي مهتم بالكرة في دلوقتي مجلس ادارة ماسيك عندنا مركز الشباب بصراحة عاملين دور احنا اول مرة انا على مستوى الشخص من يوم ما تولدت اول مرة اشوف الانشيطة اللي بيعملوها قال لي حاجة اعمل اكاديمية محترمة للاطفال تمام طلعين من الاطفال دول اربع لعيبة دلوقتي متسجلين في النادي الاهدي تمام يعني حاجة بصراحة ربنا محترمة جدا فانا بتكلم ان بناشد وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ان كلنا ملعب حتى خماس يتدربوا عليه لان هما بيأجروا ملعب خاص الناس ديان لو معهم القدرة هنشوف بلدنا في حاجة تانية في حتة تانية خالص طبعا أستاذ محمد هو طبعا أستاذ ميت هتتكلم في ابناشدة أكيد طبعا كل بلد بيانقصها الخدمات بعض الخدمات نتيجة ممكن للإعمال نتيجة للتغاف والنتيجة لبعض حاجات تانية تحت ايه مسمى طبعا بس احنا بنتكلم دلوقتي على ان الشباب ازاي دايما دوره يبقى فعال فحضرتك قلت انه هو يأهل نفسه هو لازم تأهيل السليم لازم تأهيل السليم تمام منتظر ان كل حاجة مش حدا يجي أعملك حاجة بيتا انت اللي تعمل بنفسها كنت اللي تعمل نفسها كنت اللي تعمل مكيانة كنت اللي تعمل كل حاجة انت بيديك تعمل حاجات كتير قوي الشباب ما شاء الله بيديهم يبنوا البلد ويهدوا البلد ويبنوها وبيديهم كل حاجة يعملوها فانت ما تتظهرش حاجة من اي حد انه حد يعمل حاجة الدولة فيه جهود وفيه حاجات وفي نهاية فقرتنا عزائي المشاهدين بنشكر حضرتكم وبنشكر شبابنا الواعد وبنطلب من كل الشباب لازم تأهل نفسك ولازم تدور على وجودك في كيانك ولازم يبقى ليك دور في بلدك وتدور على نفسك وتثبت نفسك بالفعل وتفرد نفسك على الساحة وما تسبش نفسك للحياة تحركك كيفما تشاء فاصل ونرجع مع ضيفي وضيف حضراتكم الأستاذ محمد عاطف انتظرونا